تحيات بيتكوين وماذا نرى للبيتكوين بعد عد اختبار القمة التاريخية ليه اللي عند مستويات السبعين الف دولار والمفروض ان انا بخرج من المكان ده وبنتظر تصحيح جيد ومحترم لكل الموجة اللي بدأت معنا من مستويات الخمسة وعشرين الف دولار لحد هنا ومازلنا بنستعد في مستويات الثمانية والثلاثين فيبو او منطقة الانعكاس الاهم بالنسبة لي اللي هي المنطقة دي اللي احنا انعكست فيها اللي عنده مستويات السبعين ام سبع سبع عبين وعندي كمان مستويات البيجز فور بتاعة الموجة التالتة اللي صعدت القوة ومازلت اقرأ للبيتكوين مزيد من الاهداف السعودية والهي كان بعد التصحية طيب ليه احنا بنقول مزيد من الاهداف السعودية خلينا نمشي مع بعض واحد واحد احنا البيتكوين عمل لنا موجة من المستويات دي وكان لها تصحيح جاء على شكل اي بي سي واضح وقلنا ناخد مستويات الـ 161 الى مستويات الـ 127 فيبو ولكن الاهم ان احنا طالعين نعيد اختبار الكمة التاريخية اللي عنده مستويات السبعين الف واعتقد بعد منا لازم نعمل تصحيح مكتمل قبل تكملة الاتجاه الصعاد والبحث عن كمة جديدة بالنسبة لنا مرة اخر افضل اماكن بنشتري فيها البيتكوين ويا مناطق الانعكاس ابو منطقة البساطة انا عندي موجة صعدت من مستويات دي كلها اعتقد انها انتريت فببحث عن ايه فببحث عن مستويات ما بين الـ 38 الى 50 لو لاحظنا على مستويات الـ 38 فيبو عند مستويات السبع واربين الف دولار مش معنى كده انه ممكن يزل سبع واربين الف ممكن يعمل بولفلاج ممكن يعمل اي تصحيح وما ينزلش ويعزز فكرة التدول بشكل عرضي في مستويات الـ 54 الف دولار يعني البيتكوين حاليا مفروض جني ربح والمفروض ان هو تفكر في بيعه مش في الشرع لو رحت عرفهم الساعة وده اللي يهمنا في اخر تفصيلها لان احنا واضح ان الزخم الباية بدأ يقله واضح ان احنا عندنا منطقة مهمة جدا المفروض نرأب فيها الاسعار لها المنطقة دي بمنطقة البساطة اللي حصل مننا الايكاس اخر موجة اللي ما بين مستويات الـ 60 الف اللي كسره بقوة يعني مزيد من الربوط لكن ملاحظين الزخم الباية قوي جدا ولسه يزداد قوة واعتقد ان البيتكوين في الوقت ده غير صالح للشرع طيب انا عايز ايه في البيتكوين بقى ببساطة انا البيتكوين عندي سيناريو واحد مفيش غيره البيتكوين عمل ليه موجة وصححنا وعمل موجة وبنصححها وهنعمل موجة اكبر وبعد كده يبقى عندي تصحيح لكل الموجة دي مقبل تكملة الاتجاه الصاعد او انعكاس في السعر ده لسه ما نعرفوش لكن لو انت جول البيتكوين بيتكوين لسه هيكسر بـ 70 الف وهيعمل قمة جديدة ولكن مش من المستويات الحالية اعتقد ان هو بحاجه ان يريح ويدخل المشترين جدد مرة اخرى للبحث عن قمة جديدة واعتقد ان البيتكوين في مناطق جني ربح وليس في مناطق 10 في المستويات الحالية هنرى المستويات الـ 60 الف بقوة كسرها بقوة يعني تعزيز الفكرة السلبية والبحث مرة اخرى عن قاع جديد بالقرب من المستويات الـ 47 الف دولار وبالتوفيين اشتركوا في القناة